واللحظة نعود إلى الخبر الوطني بعد عطلة غش تستأنف ثقرات الظهيرة وموعد الاثنين ثابت نافدة على البيئة ترافقنا وكالعادة ناديا اليوبي أهلا بك ناديا أهلا بك سلام إذن نستأنف نافدة على البيئة على وقع الفاجعة التي وقعت الأسبوع الماضي في تارودانت في تيزر تحديدا ملعب بني بمحادات الوادي أو بمجرى الواد تسبب في فاجعة مقتل سبعة أشخاص السؤال ماذا عن الملك العمومي المائي ناديا كما قلت سنة حادثة تارودانت أو فاجعة تارودانت تحيلنا للحديث عن وجود قانون للماء فهذا قانون موجود بالفعل هو 36.15 المتعلق بالماء وقد حصص حيزا هاما لمراقبة الملك العمومي المائي ونعني بالملك العمومي المائي جميع المياه القارية سواء كانت سطحية أو جوفية أو عذبة أو مالحة أو معدنية أو مستعملة وكذا مياه البحر المحلاة المسالة في الملك العمومي المائي والمشاعة المائية ومنحقاتها المخصصة الاستعمال العمومي ويعد جزءا من هذا الملك العمومي فمنها المسطحات المائية الطبيعية العيون بكل أنواعها مجاري المياه بكل أنواعها أيضا حافات مجاري المياه ثم الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات القانون سناء يشير بوضوح هنا إلى أن الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم وأناط القانون أيضا مهمة تطبيقه لشرطة المياه وهنا يترح دور شرطة المياه نص القانوني موجود من يراقبه موجود فما هي مهمة الشرطي المائي كما قلت يعهد إلى هذه الشرطة أي شرطة المياه معينة المخالفات وتحرير المحاضر طبقا لمقتضيات قانون الماء ونصوصي تطبيقية يتعين عليهم أيضا ولوج منشآت المائية بما فيها الأبار والأثقاب والتجهيزات المتعلقة باستعمالي واستغلالي الملك العمومي المائي وأيضا توقيف الأشغال والحجز على الآليات والأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإداعها أيضا بالمحجز ونحن عندما نضع كل هذه المعلومات فنقوم بالإسقاط على ما حدث في تارونانت وفيضان أو عندما طغى الماء على الملعب نغادر ملعب تيزرت الفاجعة التي أودت بحياتي سبعة أشخاص ونتوقف ونحن نطوي زمن الاستياف عند حصيلة حملة الصيف بحرب البلاستيك أطفالنا يستعدون للدخول إلى المدرسة لكن ماذا عن حصيلة هذه الحملة الصيفية قبل الحصيلة دعيني أعود بك شيئا ما إلى وراء إلى الأمم المتحدة عندما أشارت إلى رقمه 180 دولة توصلت هذه السنة إلى اتفاق يهدف لخفض حاذ في كميات مخلفات البلاستيك فما يقارب 350 مليون طن من البلاستيك المنتج سنويا لا تتم إعادة تدويره وينتهي به المطاف في المحيطات حتى صرنا اليوم سنة نتحدث عن القارة السابعة التي نقصد بها الكتلة الكبيرة من البلاستيك العالقة في المحيطات المغرب كما قلت واحد من هذه الدول التي رفعت تحدي هذه السنة لجمع عشرة أطنعا على الأقل من نفاية البلاستيك لكل شاطئ دمن حملة بحرب البلاستيك من خلال الهاشتاك الذي استحدثنا عنه في بداية شهر يوليوز تدولت مواقع التواصل الاجتماعي أطلقت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة شاطئ للا مريم بالدار البيضاء واحد من هذه الأشوار التي انخرطت في هذه الحملة عبد الفتاح مومن كان رفقة المصطفين ورفقة الجمعيات في الشاطئ نهاية هذا الأسبوع الأسبوع الفائت في جردهم لكمية النفايات التي تم تجمعها طيلة الفترة الصيفية قريبا سيكون البلاستيك أكثر من السمك في البحر شعار حاول هؤلاء الأطفال ترجمتوا للواحات معبرة عن خطورة النفايات البلاستيكية على شواطئنا لكنهم أصروا بعد ذلك للنزول للبحر والمساهمة في جمع النفايات التي خلفها المصطفون طيلة الشارق الشر الماضي حيث تمكنوا من جمعها معدلوا 20 كيلوغرام يوميا حصيلة جيدة حقق هؤلاء الأطفال أزيد من 650 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية تم جمعها خلال شهر فقط رقم يؤكد أن مجهودا توعويا مضطردا يجب أن يبدل خطير بالساف لأن غير هناك كيف تشوفوا هناك تكون تقتلة من الأزبال فما بالك في وسط البحر كي غادي يكون أكدر غادي تقول لي قارة غير دي الأزبال ودي النفايات ودي القراءة في وسط البحر والله يلاح شوما عاد الأطفال الاحتفالي بعد أن قاموا بواجبهم في جمع أكبر عدد من النفايات تاريكين المسؤولية لمن يهمهم الأمر لتكملة مشوار التوعية والتحسيس بخطورة البلاستيك على الثروة السماكية بالمغرب نادي الصورة التي قدمتها الفاعلة الجمعوية هي صورة مبسطة تحيل على ضرورة تربية الأشخاص على الحفاظ على الفضاء الخارجي والأمر أكبر من حملها هناك ثوابت وهي يجب أن ننطلق من أنفسنا أن نحافظ على المجال الذي نحن متواجدون فيه يعني لا ننتظر هاشتاغات أو ننتظر حملات تحسيسية يجب أن تكون هناك حملات دائمة ويومية في داخلنا ستكون سلوك يومي يجب أن يكون هذا سلوك يومي نعم سناء فإذا كانت لديكم أنشطة مشاهدينا تعنا بالحفاظ على البيئة رسلونعا كما عودناكم على البريد وأيضا رسلونا على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك ولا تنسوا دائما أن حماية البيئة هي مسؤوليتنا جميعا أليس كذلك سناء أكيد مسؤوليتنا والفقرة تتجدد كل إثنين في نافذة على البيئة إلى إثنين مقبل نادية ليوبي إن شاء الله